بنا سيب حضراتكم متعودين في التالت أيمين مع جمهور الزمالك في كل مكان مع جمهور الزمالك اللي يستحق الدعم لنا زي مكان بيدعبنا في فترة وفي فترات ودايما موجود معانا لازم وجوده في قناة الزمالك مهم جدا ورسايله كمان يوصلها للعيبة صوت جمهور الزمالك الحقيقي يوصل اللعيبة إتنال الزمالك معايا مجموعة من جمهور الزمالك في البداية طبعا حابب راحب به الرحمن مرحبك كنتش ازا حضرتك نورنا في خناة الزمالك الله كريم أكدركتش والله يا حديدك أنا ممسوط جداً أن ما حديدك في برنامج التالتيامين وأحب أشكر حضرتك والأسرة كلها بتاعت البرنامج البرنامج اللي بيتكلم عننا وإن شاء الله بإذن الله في دعم مستمر للنادينا إن شاء الله كابتر بيو زي كنتش عمليين والله أنا ممسوط جداً مع حديدك طبعاً في البرنامج ده وفي القناة تمام وأحب أشكر حديدك وكل أسر القناة طبعاً علي علي. نورنا في خناة زمالك. اذا حضرتك تخذتنا حضرتك شرفتنا ونورتنا انت وفرينا عمل معاك. مبسوط ان انا موجود معاك. اكيد انتم تورانا في كل مكان فلازم احنا نردنا. ولو جزء قليل من جميلكم علينا كلنا يعني كلاعيب. في بداية انا طبعا حابب اسألك ازاي بدأت حبك لنا زمالك? والزمالك بيمثلك ايه? والله كنتش حركة زمالك بالنسبة لنا ده اسلوب حياة. اسلوب حياة. بجد دي مش كلمة يعني. اه يوم ما صوته بالنسبة لنا ده عيد. تمام? اه لو لوحدي عشان يحكي لحضرتك بيحب زمالك قديمه ممكن ناخد حلقات وحلقات. يعني الزمالك بالنسبة لنا فعلا بيشاركنا في يومنا في حياتنا في بيتنا في شغلينا في كل حاجة اوه بالنسبة لنا حاجة كبيرة اوه. تمام? اه احنا بنفتخر ان انا زمالكوية. حتى لو حصل مع الزمالك كابوة او اي حاجة بجد احنا ان احنا زمالكوية وهنبدل طلع منها زمالكوية كتش. مين بيها لحببك في الزمالك؟ بالنسبة للعيبة. بالنسبة للوسرة الاول ومعنى كذلك الاول اوه عمي كان زمالكوي. تمام? اكيد بالاول لازم حد من الوسر هو اللي بيسحبك معك. تمام هو عمي كان زمالكوي جدا ومزالي يعني ربنادي بالصحة. ربنادي الوسر. هو اللي حببني في الزمالك. اه غير ان انا يعني انا حللنا ده لقتا عن تلاتين سنة فحضرت بقى الفترة اللي هي هذا هو التاريخ الذي يجب كل الزمالكية يعرفه نحن فعلا بجد النادي الوحيد في العالم الذي يأخذ سبع مطلات في سنة واحدة كانت بداية تكبير مع الزمالكية كانت بداية أنا في الفترة اللي هو أنا عندي 10 سنين ما بدلنا نعمل بقى دورات في المدرسة وبدلنا نعمل دورات رمضانية بدلت أن أرى الفرقة التي ترعب كويس الفرقة اللي هي فيه فن وهندسة فعلا بجد هذا ما كانش كلام في الفترة دي حقيقة عارف السنة دي سنة الناشئة تبقى أنت عايز تشوف بنفسك أكتر ما تتعلق بحاجة والدي ما كانش زمالكة ولا حاجة بس عمي حبيبني في الزمالك أكتر بس أنا فعلا بجد حبيت اللي عبي في الفترة الحقيقة كنت موجود فيها كابتن برضو الفترة دي كانت فعلا بفترة مجد للزمالك بداية الألفية فعلا بجد احنا بلشرف بالزمالك في الفترة دي جيل فترة اللي واحدة تتعلق بالزمالك بعد كده بقى جيلش كبالة والناس اللي موجودة حاليا برضو لم أصرف حقينا شوية بس إن شاء الله بإذن الله الأيام الجاية كده نستنى بأنهم حاجة أكتر من كده لنجبور الزمالك جملة مهمة جدا مواصرين في حيانا شوية أكيد هخليك توجه لهم رسالة بس طبعا روح بداية حبك للزمالك ومين اللي حدولك في الزمالك والله الحبيب في الزمالك الحبيب في الزمالك كان عائلت كلها أهلوية انت الواحدة اه انا الواحد في الزمالك احنا معك وتلق كان صاحب والدي ده كان عم علي الأغا ده كان توركي أصلا مش مصري مش مصري ده هو توركي تمام فكان زمن كوي جدا جدا فأنا كنت طفل صغير كنت براح مع بابا معاه تمام نواض معاه وكده كنت بتصادي في الناحة نتفرق عمتش الزمالك فكان يخليني أحفظ أسامي اللعيبة أصر فيك جدا هو حب أصلا للزمالك وهو مش مصري خلاني حبيت حاجة اسمها زمالك فعلا فإذا أنا تابع من صغري سبع سنين أو ست سنين تابعت بقى الآخر الجيل بتاع كابتن أشرف أسامي كابتن عفات نصار كابتن أيمن ننصور تابعت الناس ديت في الأوايا الزمالك فده كان السبب من أسباب حب الناس للزمالك كان صاحب والدي وطبعا كانت اللعبة ديت مين اللعبة اللي أصر معك انت في حبك للزمالك أكيد في كل واحد من جمول لي لعب معين كده أنا كان بالنسبالي كان كابتن حزم امام أنا بحب تابت حزم امام جدا طبعا أنا بحبه جدا وكان برضو تابتن أشرف أسامي تابتن أشرف أدريد يا رب يا رب يا رب يا رب فالناس دي برضو أثرت فيها في نادي الزمالك جدا طبعا علي قول لي بقى انت مين الحبيبك في الزمالك كان عندنا هنا الواحد انت الواحدك برضو أولا قابتن قبل أي حاجة عايز بس أعزي الأول الشعب المصري كله في أخواتنا اللي استشده وحبنا الحمونا رب يصبر أهليهم وده يعني الناس بتضحي بحياتها عشان خاطر نحنا فدي أقل حاجة اللي احنا ندعي لهم يا رب إن شاء الله وندعي لهم إن شاء الله ويقع لهم إن شاء الله في جنة الخلد ثانية حاجة سبب تشجيع للزمالك والدي هو كذا سبب يعني أولهم والدي ثانية حاجة يعني مش لوحدة كان لا والدي أنا ما كنتش مهتم بالكورة عمتا بس كان والدي بقى يوعد تفاعل أنا بدأت تشجيع في الجل بتاع حضرتك في وضع رائدة كمان في الجل بتاع حضرتك كابتن بشير وكابتن واقل وكابتن حازم وكابتن عب حليم علي ففي الحقيقة يعني بعد المحسام حسن كمان مشي من الزمالك يعني ما بقيتش هتم شوية بس بعد كده جيش كبالة بقى رجعني تاني للشرف ورجعني الحب للناس الزمالك ثالث حاجة جمهور جمهور للناس الزمالك يعني إنت حضرتك لو تشوفها كابتن عالميدي عمتا بنشوف ناس كتير أو مثلا في مشاكل وبتاع بنقف مع بعض كأننا على طول الأربعة عشرين ساعة دين مع بعض معاني يعني ممكن ما بقاش قعدت مع الشخص ده قبل كده بس عشان زمالكاوي بس عشان زمالكاوي فبنبعزين نيخدم وعايزين نروح ونيجي بسبب إنه هو في ريحة الزمالك بس يا دي أسبابي شوية كتير ان شاء الله قول لي بقى انت ذكراتك ايه مع الزمالك الموتشات اللي أسرت معاك الموتشات حضرتها أو شوفتها وانت في البيت وأسرت معاك طبعا مفيش موتشن الزمالك بفويته بس بالنسبة للموتش اللي كان طبعا طبعا لا على المستوى القريب يعني كان الكنفترالية بتاعة 2019 لما جمهور الزمالك كله حضرتها في الاستاذ أم لا طبعا كنت موجود في الاستاذ في برج العرب كلنا كنا موجودين 2019 وجنب تعزيز واخر درب الجزاء طبعا طبعا دي ذكرى عمري ما قدر انسها دي أقرب حاجة لكن حددك في 2002 تماما أنا فاكر جنب تاعتامر عبد الحميد كابتان تامر طبعا دي بصراحة تصدي ده حلو جدا رجعنا للموتش وخلنا قدر ان احنا ده ان احنا نكسب الموتش في اليوم ده تمام ده اليوم ده في البطولة دي برضه مش قدر انسها لان دي تعتبر كانت اخر بطولة افريقية احنا توجنا بيها بعد كده حصلت بقى لعشريه السوداء وزي ما حددك بتقول احنا مستنين من الجمهير او مستنين من مستنين من الناس الموجودة الوقت حالية من فلاد الزمالك سواء الادارة او اللعيبة انهم يكونوا على قدر المسئولية علشان يقدروا رجعنا البطولة اللي هي غايبة عننا دي اهم بطولة نادي الزمالك او جماهير نادي الزمالك كلهم بيستنوها دي البطولة اللي احنا مستنينها اللي هي بطولة افريقيا ان شاء الله بإذن الله دي اللي احنا مستنينها كدش قل لي برضو اخراك للذكريات مشوية لبلي ما اخذك للوقت الحالية قل لي بطولات اللي ثم احنا كت بطولة افريقيا وتع المتكيات تمام دي بتاعت كابتنة معرب حميد لكن زئت فقعلي في البيت اتكا قدرد الان طرف له كده فطبعا دي كانت حاجة من تلك كيفيرا جدا بعدها كان السور الأفريقي المتكيات الولاد المتكيات انا مش قادر انساها احضرته من الستاد كان ماتش الجونا 3 او 2 ماتشيات الكاس في المواطنة ده كنت في الازداد يعني طبعاً بطوة الكونفتورية كلها زمانة الحادات دي كانت بالنسبة لنا حالة خاصة كالجمهور ندي الزمالك طبعاً عادنا كتير جداً فيش بطاعة أفريقية أنا بصة في البرنامج بقالي فترة طويلة مع جمهور الزمالك بالنسبة لهم البطولة دي مهمة جداً جداً طبعاً يعني فيه ناس من جمهور ندي الزمالك ما كانش حادر فيها عن زمالك بطاعة أفريقية أنا بالنسبة للي حضارة يعني أنا حضارة 2002 حضارة الأفريقية حضارة برضو في التسعينات تمام بس كنت صغير متشواعي بس بالنسبة للي حضارة فيه فعلاً ناس حالياً ما حضارتش حاجة للزمالك طبعاً فبالنسبة لنا كجمهور ككل البطولة دي في حتة تاني زي ما بيتقال كده واللعيبة ما شاء الله كنت توقف على رجليها لعيبة حاسة بالجمهور بجدعك هعنزين فراح والجمهور هم 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 نفس اللعيبة لدنباتي بس أكيد هنتكلم على اله ساتوت اه روح لي علي طبعاً قول لي عيلو انت الموتشات اللي هسرت معاك هو أكيد طبعاً ماتش الكونفدرالية أكيد الماتش 2002 برضو كانت أول بطولة يعني أحضارها للزمالك جونت مع عب حميد حتى يعني البطولة دي احنا خدناها من الماتش الأولاني اعتبر يعني الماتش الأولاني هناك في المغرب كان فيه آر خلية الأرضية الملعب كان ريخم أول ريخم حضارك شرطي كرة في آخر شرطي كرة في الشرطي التاني من تحت العرضة الملعب كان ريحش فيعلاً كان ماتش بصراحة كان ماتش تاكتيك عالي يعني كان ماتش الفتح كنا ركنين أوتوبيس وراء حتى ماتش إسا الحاكم صفر يعني لعبت الزمالك كلها الحمد لله مفرحانا ما فيش لاعب واحد هو اللي رفع يده بيحتفل كابتين تبع عب حميد زي كأنه ربنا كان يعني محسسه ان هو فعلاً هيبقى سبب ان هو يجدنا البطولة دي ماتمد من اللعبة فعلاً كانت مؤثرها في الورد بشكل كبير كابتين تامد احنا عايزين منه اثنين ثلاثة اثنين ثلاثة حتى في الفرق دلوقت يعني زي كابتين تامد اطعم الله قول لي بقى بتتبع كرة اليد ولا قدم بس طبعاً دي أهم حاجة عندنا طبعاً كرة اليد أنا ممكن الفترة دي بحاجة بتكلم على لعبة اليد الزات لأنه ممكن الفترة اخرى فيه هجوم مولاو بسيط عليهم واللعبة دي حققت حاجات كتير قوي الناد الزمالك اكيد طبعاً انتهى الهمور تقول لهم ايه المهم جداً اللي بيقد وبيتعب لازم ياخد حقه طبعاً يا كابتين طبعاً أنا حابة أشكرهم طبعاً أسرة الكوماندوس كلها من أكبر واحد فيهم لا أصغر واحد فيهم طبعاً كلهم على رأسنا لأنهم هيما فراحوا جمهور الزمالك هم كانوا بسيط الأمل الوحيد اللي احنا كنا نتعلق به كان كرة القدم واللعبة كانوا يخزلونا بعض الأحيان لكن هم عمرهم مخزلونا خالصاً آخر فترة ديت هم واخدين السوبر الأفريقية لتلت مرات أربعة دي تمنتاشر تسعة عشرين واحد وعشرين تقريباً برضو أخدناها السنة دي آه حصل إخفاق شوائي في ماتش الأهلي الماتش كان ليه ظروف كل الزمال كوية عارفينها مش عايزين نقول مؤامرة ولا كلام من ده الرجال كانوا قدها وكانوا يقدر يكسبوه في آخر ثانية في آخر ثانية الماتش راح للأهلي احنا فعلاً بجد ماشيين بشكل كويس جداً في اليد لأنهم لعيبها على قدر المسئولية طبعاً ايه المبارر ان بعض مش هقول طبعاً معظم الجمهيل بعض من الجمهيل الزمالك فيه هجوم على الفريل يد بالزيد النوم هكابتن مش متعودين من النوم على كده كابتن هايك احنا خرجنا الاهلي كسبنا الاهلي في الدوري موتش الكاس خسرناه من الجزيرة والفرق كان تعريباً 5-6 سكورة كابتن المفروض لموتش كان بتاعنا المفروض ان احنا كنا نقدر نحنا نكسب الدوري والكاس ده الطبيعي بتاعنا أساساً هايك احنا معدين تقريباً 50 بطولة في اليد الطبيعي الطبيعي كابتن لانهم حاجة دي ناس بش بتلعب يعني مثلاً لو حسن لقدر الله يخفاق لازم بفضغه هنوقف معاهم هنوقف معاهم والإدارة حالياً دلوقتي وقدروا انهم يسددوا مستحقاتهم في الفترة الأخيرة مع اللجان وكلام من ده واللي حصل لنادي الزمالك والتعصيرات الأخيرة لا بجد الناس فضلت شايفة شغلها وشغالين وبياخدوا بطولات وبيفرحونا حاجة كابتن حاجة برضو انا عايزة نبليها دلوقتي حالياً النادي الزمالك النادي الوحيد في العالم اللي هو اخد الأربع دوريات كابتن في الأربع ألعاب الجامعية الأربع ألعاب يا كابتن اللي هو يد وسلة وطيرة وقدم الأربع دوريات عندنا في النادي يا كابتن دي حاجة كويسة جداً لازم إحنا نفتخر بيها مستحيل حد يعمل كده يا كابتن خالص في الدنيا احنا الوحيدين اللي وصلنا لكاس العالم اللي أنديها برضو في كل الألعاب دي برضو كابتن حاجة كويسة جداً كل ده جلنا من برضو أسرة إلى أسرة الياد دي مش عايز أنسى أسماء الناس كلها بصراحة كنت على قدر المسئولية كابتن حسين زاكي قبل ما يمشي وقبل ما يجي كمان أولفر روي الناس كتشافة شغلها وشغلة كويس جداً حتى كمان إحنا بخارر المحترفين يعني إحنا البطولة ديت إحنا بندي المصر فيها فخر وشرف نلعبها كلها من نادي الزمالك والأسرة دي كلها يعني بجد بجد إحنا بنفتخر بيهم ونفتخر بيهم حتى لو حصل لهم إخفاق في بطولة وبطولتين إحنا بستنين من نوم اللي جاي وبطولة الكاسة كوسة دي جاية إن شاء الله بإذن الله وكسبنا أول ماتش فيها وإن شاء الله الأيام الجاي هنكسب وناخدها إن شاء الله حتى لو وصلنا احنا متأكد يا كابتن بقول الله حديدك هم مكاني دلوقتي إحنا اللعب الأهل إن شاء الله في النهائي وهنكسب واللعبة دي هتعوض هيجو رجالة وهيفرحوا جمهور الزمالك زي ما هم معودين حابب تقول لهم حاجة لأن أنا أصلاً منحاز لفريليانت أنا منحاز لفريليانت أنا منحاز لفريليانت أنا بالنسبة لي ومفهوم مستوى النبضة أصلاً الناس دي ما فراحتنا كتير وما بسطنا كتير في عز ما كنا يعني عايزين أي حاجات فراحنا كان هم دايماً اللي بفراحونا وما دام اللي بسطونا حتى لما خصوا السوبر فيه قاعد بعض من جمهور انتقادهم بس هم مش انتقادهم معنا الانتقاد هم انتقادهم عشان بيحبوهم مش متعودين منهم على كده شوفت انتقاد عنيف بالنسبة لعيبك الماتش كان بتاعنا الماتش في قدينا هو بس هو قد تزعل يعني معاكيد طبعاً زعلنا تمام بس في حاجات قاطش فعلهم بس حضرت لما مثلاً تبقى ايه متعود من حد على حاجة معينة هو ماشى عليها لما مثلاً بيجي يخفج فيها كده او يقع سنة انت بتتدايق تمام بتتدايق لا انت عايزوا طول الوقت ماشوا مزبوط دوت احنا اعملنا فيهم على طول دايماً تمام دوم روم مزعلونا دايماً كم ببسطونا تمام يعني يعني العبارة الجلب معنا الكلمة يستحقوا الدعم كامل وفي أي وقت تمام فدي رسالة ليهم يعني هم يكملونا في دهرهم دايماً زي احنا بنعودينهم وزي احنا بنعودينهم وزي احنا بنفرح بأي حاجة بيعملوها مار نزعلش منهم بس لو زعلنا عايشي هم تعودون منهم دايماً على النجاح فاحنا بننتقد فيهم انتقاد اللي هو انتقاد اللي هو الايجابي الايجابي بس اهلو انا ببص انا قلتلك انا متحيز لفرقة الياد فعايزوا الجمهور يوصلوهم رسالة مهمة كيلا خبتنين انا ويقول لي أنت عايزة إحنا في ضرورم وفرقة اليد فعلاً ياما فرحونا كتير فرقة اليد أنا عن نفسي عرفت حقات جوة الفرقة يعني من الناس يعني راحت زي كابتن فلفل كان فيه زروف عنده زروف مالية وأقرم يوصر نفس الكلام ما سمعناش حد منهم تلع اشتاكل نادي ولا حد تلع لا بالعكس كانوا بيشتغلوا بيشتغلوا بيشوف شغلهم وبينزول الملعب ينسوا أي حاجة ينسوا أي حاجة براء الملعب فرقة اليد بصراحة يعني أنتم فوق رأسنا بس إحنا مش متعودين منكم على كده حاجة تانية عايزة أقولها حاجة تانية عايزة أقولها عايزة أشكر فرقة الطايرة عائلة وعايزة أشكر كل شخص في الإدارة دعم فرقة الطايرة فرقة الطايرة كانت قابتن رحها في حتة فرج بير من السنة لفجت كانت رحها في حتة ضلمة الحمد لله بفضل الإدارة وفضل الناس اللي بتحب الزمالك الفرقة رجعت تاني خلت دور وخدت كاس وقفت على رجلها فالحمد لله وأتمنى إن شاء الله يعني أشوف ده في السلة واشوف ده في القدم وأشوف ده في طلل الععب قولي بقى تقولي إيه اللي العيبة في الوقت الأكيد موظم الجماهير يعني كلنا زعانين خبتن كلنا زعانين بس إحنا اللي أنا عايزة وصلولهم اللي إحنا بنشجع الزمالك إحنا لو بننطردكو عشان زعين عالزمالك إنتوا يعني إنزول الملعب إنسوا إنسوا فلوسكو إنسانت عايز إيه عايز تاخد قد إيه عايز تنزل اشتغل إنزل عشان خاطر الناس اللي بتيجي بتسيب بيوتها وبسيب شغلها وتقعد تتفضل عليها ويتشجعها هو ده اللي عايزة وصلولهم بس قولي بقى أنت عايزة تقولهم إيه وانا جدا أنا خلي بقىك في التالتة يمين إن أنا بوصل صوتك الحقيقي اللي لعبتك اللي أنت عايزة تقولهم رسالة عايزة تطلع لبواك إحنا بنتكلم من منطرق إحنا كجمهور نجل زمالك الحقيقي جمهور التالتة يمين فعلا كمهور التالتة يمين وبنشجع وكل حاجة أو جمهور المدرج زي ما بيتقالي يحسوا بينا أكيد هم مفتخدين المدرج ده كان حفر كتير جدا جدا أولا وكان الجمهور موجود طبعا كانش كل ده حصل اختلاف شاسع طبعا أنت حدك كنت بتلعه وبتشوفش كنت بتلالي ستا ما تقفل فيحسوا بينا بجد يعني يحسوا بالجمهور يحسوا الجمهور قد إيه الزمالك بنسبه لحاجة كبيرة جدا 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 مش كلمة بتتقال ولا إيه لا الزمالك فعلا في يومي يعني الزمالك في يومي في كل حاجة يمكنكم في لبسي يمكنكم في شغل في أي حاجة حاجة خرجة عن الإطار أنا ما أسمى محب في الزمالك أنا ما أسمى بنت كيان كيان تمام فاللو هو لا الزمالك بنسبل في لنا حاجة كبيرة جدا نحنا بنشجع الزمالك ومتعودنا عن الزمالك في كلهم باي كبير جدا يحسوا بينا لو ليهم فعلا لو ليهم مستحقات ليهم فلوس ليهم ليهم طالب بيها بس طالب بقي وانت بتقدي يعني قدي قدي اللي عليك وطالب بحقك يعني طالب بحقك وانت بتأدي يعني الديني الاول عشان تاخد بالضغط يعني انت لك فلوس تمام فين طب فين حق انا كالكنادي عليك فين حق الجمهور عليك لأ انت طالب بحقك وانت بتكسبلي وانت بتجيبلي بطولات وبتخسل ليش متوشة ممكن زعى لجمهير ان امكانيات اللعيبة دي امكانيات كويسة جدا وهم اللي فرحونا السنة اللي فاتت بالدورة كوالتي عالي بس انت بتخسل متوشة معلش يا كابتن بتضع منك الدور في الاخر بتضع منك فرق مثلا كتاريخ وكلعيبك وكل حاجة اكيد طب ما احترمه كل فرق ما ينفعش نايا يضيع ما ينفعش نايا يضيع خالص فطبعا انت مش حاسس بالجمهور فيه ناس بتسيب شغلها فيه ناس بتأجز اليوم موتش الزمالي فيه ناس فعلا بتمشي من شغلها بدري عشوك فرج على موتش انت مش حاسس لي بالناس دي كلها حس بالناس دي تمام اعمل لي عليك طالب مستحقاتك نحشالك ما تطلبش بيها بس طالبه انت بتأدي تمام فلازم يحسوا بالجمهور لازم يحسوا بالجمهور جدا قولي بقى حاجز تقولهم ايا كونوا على قدر المسؤولات حسوا بالجمهور اللي هي بجد بتدعمكوا في كل مكان دي معلش احنا ممكن ندفع من فلوسنا ومن وقتنا ومن جهدنا وطعبنا عشان نقف وراك وندعمك وانت بتلف وراهم في كل مكان واجب عليها معنا انا راجل زمالكاوي انا مخلوق عليش خطر اشجعك انت دلوقتي واشجعك انت بقفو دهرك وبدعمك والحمد لله ربناك كرمك بالمجلس مستقر لمدة 4 سنين حقك هتاخده ومستحقتك هتاخدها زمالكا بيكونش حق حد حقك نزلت الملعب ادينا بقى يعني معلش لو حقك مش حبب بناد الزمالكا حقك تقدر تلعف ندي تاني لكن معلش بتنزلش وتتخازن تمام حقك جبنالك مدرب على اعلى مستوى مدرب معلش متصنف عالميا مفيش احسن من فريرا حقك بتعمل مع منظومة كويسة جدا مع ادارة مع فلوسك ومستحقتك كلها مضمونة ليه بقى بتزع ندي الزمالك منك ليه بتزع الجمهير ندي الزمالك اللي بتوفرك وتدعمك كونوا على قدر المسئولية حسوا بينا يعني مفروض تفتخروا بناد الزمالك مفيش ندي في الدنيا ليه جمهير خصا في الوطن العربي عمتا يعني جبنال ندي الزمالك معلش بتخسروا بطولة وربطولة وربطولة وبنفضل وراكوا بندعمكم كل يوم كل يوم بنحبوكوا اكتر من لازم عشان خاطر بس تتعلقوا بنادي الزمالك بكلمة الكيان انت لعب في ندي الزمالك مش في اي نادي ما احترمنا لكل الناس حقيقة بتلعب في ندي الزمالك يبقى لازم تشتغل وتتعب وتعافر وتقدر ان انت ترد رغبات الجمهير دي الجمهير بتمش وراك في اي مكان الناس بتعمل لك ترحال من كل الدنيا تمام وان شاء الله الايام الجاية يوم الامن سمح لنا ان احنا ندخل 5000 واحد جوة للمدرج وان شاء الله وان شاء الله موجودين في التالتة ايمين وده حاجة كويسة جدا ونقدر ندعمهم فيها الدول مش هيروح معلش انتفرجت من افريقيا مرتين من دول المجموعات حس بقى باللي جاي اللي جاي ان انا اقدم لجماهير ندي الزمالك مجرد تصالح اللي هو الدوري والكاسلة وكامل اللي فات اللي هو بتاع 2021 و22 صالح بمور طبعا طبعا يا كابتن حقيقة لازم يصالحونا اللي هم فعلا اصرف حقنا كتير يبقى احنا مستنين من هم الدوري وما زالك برضو احنا لسه في دهرهم وندعمهم عشان هم مستوياتهم كويسة جدا وافضل من العناصر الكتير اللي موجودة في كل الفرق في الدوري فمعلش ايه اللي يخليك تخصى من اين باتنين معلش ايه اللي يخليك تخصى تضيع او نقطتين من فارق او 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 غير وكتير لا معلش انا بص لنفسي والمنافس كمان اعمال يديك هدايا المنافس اعمال يديك هدايا لازم استغل لك اه طبعا لازم استغل لك قابتن وصلح جمهوري واكسب الدوري وان شاء الله ناخد الدوري 2022 والكاس ونبتدي بقى نشتغل لأفريقيا ان شاء الله بالتدعيمات اللي هتيجي معلش هو في جاب محصول جدا في الفرقة اللي هو الموضوع عدم القيد ده ان شاء الله اكيد خلاص الموضوع ان شاء الله جاءت لك فرصة تلعب معلش انت لو فيه قهد اللعيبة انت مش هتلعب اللي موجود في الناس زمالك حالية استغل الفرصة اسماء كتيرة انا مش عايز اقول عليها ما كانتش هتلعب وكانت هتمشي لا معلش لدرجة تديكو الثقة وتديكم استحققكم الدنيا فمعلش اعملوا اللي عليكم شوية وتعبوا شوية عشان خاطر جمهور الزمالك اللي بيتعال براكو في كل حتة وحاولوا تفرحونا بس واحنا هنسامحكم على كل حاجة بس معلش حاولوا تجيبوا لنا الدول وينكسل السنة دي وتقدقوا في افريقيا ان شاء الله المسلم الجاي بدايكو يسا انا مشكوركو يا جماعة واستمتعت بالحوار معاكم عكبت ان والله احنا اوقت رجعت اكيد صوت جمهور الزمالك وزي ما قلت انا بجيب جمهير الزمالك الحقيق جمهير الزمالك اللي هي دايما حياتها كلها زمالك نراكم بإذن الله فقرة قادمة مع جمهير الزمالك اشتركوا في القناة